كمثيلاتها في دول الربيع العربي مرت سبع سنين على ثورة الغضب العراقي في الخامس والعشرين من شهر الشباط من العام 2011 بعد أشهر من مظاهرات شهدتها البصرة المطالبة بتوفير الكهرباء سقط خلالها عدد من القتلى والجرحة برصاص القوات الأمنية خرج شباب العراق مطالبا بحق الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية خرج مستبشرا بنجاح الثوار في تونس ومصر آنذاك وسقوط نظامي الحكم في هذين البلدين على وقع هتافات الثوار في الشوارع والمياد الدعوة إلى التظاهرات بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي معلنة مطالب أساسية للمتظاهرين وتتمثل في إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق وإنهاء الاتفاقية الأمنية معه عبر تصويت برلماني والمطالبة بتغيير الدستور الذي أسس للمحاصصة الطائفية وأورد العراق سبل المهالك كما طالبت داعون إلى التظاهرات إلى محاسبة الفاسدين الحكوميين حكومة المالكي آنذاك استبقت التظاهرات باتهام المنظمين لها بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وحزب البعث في حين اعتقلت الأجزاء الأمنية على دم من الناشطين عشية انطلاق التظاهرات كما حضرت مرور المركبات بكافة أشكالها في شوارع بغداد وقطعت العديد من الشوارع الرئيسة بالكتل الكونكريتية وسط انتشار أمني كثير غير أن كل تلك الإجراءات لم يرهب المتظاهرين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى ساحة التحرير في بغداد وغيرها من الساحات في أكثر من 65 مدينة وقضاء وناحية في كل أنحاء العراق مطالبين برحيل حكومة المالك ومحاسبتها على فاتورة الفساد والطائفية مطالبات شعبية واجهت القوات الأمنية بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدم ليسقط فيها أكثر من 40 قتيلا من المتظاهرين وجرح نحو 350 آخرين فضلا عن اعتقال واختطاف العشرات منهم عنف حكومي ربما نجح في وعد الثورة الشعبية أنذاك لكنه كشف قدرا من زيف الادعاءات الحكومية بشأن الديمقراطية وحرية التعبير وحرية التظاهر والحفاظ على حقوق الشعب وكشف كذلك عن رعب النظام الحاكم من أي تحرك شعبي حتى ولو كان سلميا لإنقاذ العراق ممن قتلوا شعبه وسرقوا مقدراته الاقتصادية والمالية فهل تتكرر الثورة مرة أخرى؟ ترجمة نانسي قنقر